أهلا بكم مشاهدين من الجديد الجزائر تحتفل اليوم بمرور 61 سنة على استقلالها وقد عرفت فترة الاحتلال الفرنسية التي دامت 132 عاما أحداثا بارزة بدأت من الخامس جوليا 1830 وانتهت في اليوم نفسه من عام 1962 باستقلال البلاد فيما يلي مشاهدين عرض لأبرز الأحداث والمخطات التاريخية في تاريخ الجزائر من يوم الاحتلال إلى لحظة الاستقلال الخامس جوليا 1830 الاحتلال أو الاستعمار الفرنسي يحتل الجزائر في هذا اليوم بعد دخول أسطوله البحري عبر شواطئ سيدفراج غربيا العاصمة ولاقت الحملة العسكرية الفرنسية مقاومة جزائرية لم تصمد كثيرا وانتهت بسقوط مدينة الجزائر شارك في الحملة الاستعمارية 37 ألف جندي و600 سفينة ووقع حاكم الجزيرة داي حسين في اليوم نفسه معاهدة الاستسلام التي سميت معاهدة دي بورمان نسبة للجنرال الفرنسي الذي قاد الحملة الاستعمارية المقاومة الشعبية المقاومة الشعبية لم تتوقف المقاومة الشعبية للاحتلال منذ دخوله وقد تولى قيادة المقاومة شيوخ زوايا وأيضا ثوار ولم تكن منظمة تنظيما عسكريا لمواجهة جيش مدرب ومجهز تواصلت المقاومة الشعبية طيلة القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين أبرزها مقاومة الأمير عبدالقادر وهي الأطول زمنيا حيث امتدت سبعة عشر عاما مقاومة أحمد باي دامت إحدى عشر عاما في قسانطينة شرقا مقاومة أزوى ودمت ثمان سنوات بالقبائل مقاومة الخليفة أحمد بن سلم في الأغواط جنوبا ثورة محمد بن عبدالله الملقب بمعزة من شلف في الغرب وأيضا ثورة بعمامة وثورة الشيخ الحداد وثورة للا فاطمان سوفر وشريف بوبغلى والزعاطشة وغيرها المؤرخون يحصون ملايقين عن ثلاثين مقاومة شعبية فشلت كلها أنذاك في تحرير البلاد الحركة الوطنية بعد الثورات الشعبية قرر الجزائريون الانتقال إلى العمل السياسي للمطالبة بالحقوق على رأسها الاستقلال انطلق العمل السياسي سنة 1918 وانتهى سنة 1954 وهي السنة التي انطلقت فيها الثورة التحرية تصدرت العمل السياسي الجزائري أحزاب مختلفة منها من طالب فرنسا بالمساواة بين الفرنسيين والجزائريين ومنها من طالب بالاستقلال من أبرز متزاعمية العمل السياسي مصالي الحاج الملقب بأب الحركة الوطنية وهو مؤسس حزب نجم شمال إفريقيا ثم حزب الشعب وأول السياسيين الذين نادوا بالاستقلال أيضا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسسها الشيخ عبد الحميد بن بديس وكان عملها إصلاحيا تلخص أقول في تعليم الجزائريين وتوعيتهم بخطورة الاستعمار إلى أحداث الثامن ماي عام 1945 في الثامن ماي 1945 هو يوم انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء من بينهم فرنسا على النازية خرج الجزائريون أنذاك في مظاهرات لمطالبة فرنسا بمنحهم الاستقلال بناء على وعدها لهم عندما جندت الكثير منهم في جيشها لمحاربة النازية واجهت فرنسا المظاهرات والمطالب بالرصاص وقتلت في هذا اليوم 45 ألف جزائري خصوصا في مدن سطيف جالمة وخرطة وكانت هذه نقطة تحول في تاريخ البلاد وبدأ الوعي الشعبي والسياسي كان ذاك تخلى عن فكرة السلمية والنضال السياسي للمطالبة بالحقوق الكفاح المسلح في الفاتح نوفمبر عام 1954 أعلن شباب لا تتعدى أعمارهم الخمسة وثلاثين عاما الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي وأصدروا بيانا سمية بيان أول نوفمبر قالوا فيها إنهم قرروا الثورة على فرنسا حتى تحقيق الاستقلال نعم حتى تحقيق الاستقلال بدأت الثورة من جبال الأوراس في قاية البلاد بعمليات استهدفت تكنات ومواقع عسكرية فرنسية ثم انتشرت في باقي البلاد وشنت فرنسا عمليات عسكرية واعتمدت أيضا سياسة الأرض المحروقة من أجل القضاء على الثورة لكنها فشلت اتفاقيات ايفيان اتفاقيات ايفيان في العشرين ماي عام 1961 انطلقت بصفة رسمية مفاوضات ايفيان بين الحكومة المؤقتة الجزائرية والحكومة الفرنسية من أجل إنهاء الوجود الاستعماري في الجزائر وقع الطرفان في الثامن عشر مارس عام 1962 على الاتفاقيات التي ستعرف التي أقول تعرف تاريخيا باتفاقيات ايفيان وفي يوم الموالية تاسع عشر مارس عام 1962 وعلى الساعة منتصف النهار توقف اطلاق النار بين جيش التحرير الوطني والجيش الفرنسي في كل الجزائر استفتاء تقرير المصير في الفاتح يوليو عام 1962 أقيم استفتاء تقرير المصير الذي صوت فيه الشعب الجزائري والفرنسيون الموردون في الجزائر على خيارين البقاء تحت السلطة الفرنسية أو الاستقلال صوتت الأغلبية الساحقة أنذاك لصالح الاستقلال بنسبة فقط تسعين وتسعين بالمئة وفي الثالث يوليو عام 1962 أعلن الرئيس الفرنسي جنرال شارل ديغول اعترافه بنتائج الاستفتاء وبالجمهورية الجزائرية المستقلة الخامس جوليا عام 1962 يوم الاستقلال اختارت قيادة الحكومة المؤقتة الجزائرية الخامس جوليا عام 1962 يوما لإعلان استقلال الجزائر لتنتهي بذلك حقبة احتلال دامت قرنا و32 عاما دفع فيها الجزائريون مليون ونصف مليون شهيدة المجد والخلود شهدائنا الأبرار وتحيى الجزائر خرة أبية كانت هذه مشاهدين أبرز الأحداث المخطط التاريخية في تاريخ الجزائر من يوم الاحتلال إلى لحظة الاستقلال